طيب يعني زيارتك لمنطقة الفاو وجهت بتشهيد بئر بالقرية 11 وهي منطقة الشهيد أحمد عدلان هل بدأت تنفيذ لهذا البئر؟ لحسن الحظ بدأت تنفيذ يعني نحن كنا محظوظين في أنه مشهنا مشروع الرهد الزراعي لتفقد الغنوات وزرنا أسرة الشهيد أحمد عدلان في الغرية 11 والملفت في هذه الزيارة أنه يعني بعد ما قابلنا والدة الشهيد وأهله وأكرمونا فطلبوا أن احنا تخيلنا أنه لأنه الشهيد ده كان العيل الوحيد لوالدته أنهم يطلبوا حاجة خاصة لكن الملفت أنهم طلبوا محطة معالجة مياه لأنه قالوا يعني دعم الشهيد كان بتكلم قال أنه نص سكان الغرية مصابين بالبالهارسية لأنهم يشربوا من الترع مباشرة وهم بيطلبوا أنه الدولة توفر لهم محطة معالجة لهذه الغرية ومباشرة إحنا التزمنا أنه نعمل محطة معالجة المياه واخترحنا أنه تسمى محطة الشهيد أحمد عدلان ووزارة المالية مباشرة تم التصديق يعني أنا عرضت القناة ده في اجتماع مليئس الوزراء وإميديت لي يعني مباشرة تم التصديق لإنشاء هذه المحطة وتمت الزيارة حقلية لاختيار المكان بالتعاون مع لجان المغاومة وأنا من هنا بحييرهم وأشكرهم لجان المغاومة في الفاو ماشوا معنا وعشان نختار الموقع المناسب مع سكان الغري أيضا بدل تحديد الموقع التصميمات أولمس قطعت شوط الآن في تكملة العقودات ترجمة نانسي قنقر